هنروح لخبر جيد خبر يخص الريشة الطائرة ولكن لأصحاب الهمم أو ذوي الإعاقة شيماء سامي تتوج ببرونزية فزاعة دولية ريشة الطائرة لذوي الإعاقة دي صورة طبعا نجمتنا وبطلتنا بطلة المصرية شيماء سامي شيماء سامي لعبت منتخبنا الوطني الريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة فازت بالمديلية البرونزية في بطولة فزاعة دولية وتتلاعب في الفترة من 25-29 مايو اللي احنا فيه شيماء كانت حققت المديلية دي بعد فوز على الألمانية الكيروجين بنتيجة 2-1 في دور الثمانية وجات نتيجة الأشوات كالتالي 21-19-20-22-21-15 شيماء كانت العربية الوحيدة اللعبة العربية الوحيدة اللي قدرت أنها تحقق المديلية في البطولة العالمية دي بعد خروج كل اللاعبين العرب من الأدوار التمهدية ودور المجموعة البطولة دي كمان من ضمن البطولات القوية واللي محطوطها كبطولة دولية لها تصنيف عالمي بتساعد اللي فايز فيها على المنافسة على ذكرة التأهل للبارة أولمبيات اللي جاية في باريس 2020 إن شاء الله وإحنا كلنا ثقة إن شيماء تتأهل شيماء عن دائم كانت كبيرة ويمكن إحنا من البداية متابعينها ومتابعين أخبارها لأن الحقيقة عاملة نتائج جيدة حتى المسؤولين عن الرياضة عارفين ده وعارفين اللي احنا بنتكلم فيه شيماء سامي إن شاء الله ستكون أوائل المتأهلات لإن شاء الله باريس 20-2024 هنطلع للفاصل